الحقيقة أصحاب الهمم الأيقونات المضيئة في كل بلداننا العربية واللي حققوا لبلدانهم على جميع الأصعاد الثقافية والرياضية والسياسية والأدبية إنجازات كبيرة تفخر بها البلدان وفي بعض الأحيان نتعلم منها الدروس ضيفتنا هي بطلة من أبطال مصر بثلاثة ألعاب رياضية وهي الشيماء سامي مساء الخيرس الشيماء نورتينا في برنامجنا العربي بيت للكل مساء النور نور نورك نتساءل اليوم ثلاثة ألعاب مختلفة ولبعض النساء يقولون الألعاب القوة ليس للنساء فقط للرجال لكن أنت مبدعا في هذه المجالات فنسأل كيف كانت البداية للدخول لهذه الألعاب البداية كانت بألعاب القوة ودوت لأن أنا ابتدتها في 2003 ما كانش فيه رياضات كثيرة لزوية الأعوكا وخالص فكان حقيقة أربع أو خمس رياضات بس فأنا مردتش أختر رفع اسكول عشان هو مش لي السيدات واخترت ألعاب قوة لأن ألعاب قوة مش زي ما كل الناس فاكرة أن هي بتبقى لازم تبقى عندك عضلات كثيرة ولازم تلعب حديد كثير لا بالعكس هي رياضة قيمة على المرونة أكتر من أن هي تبقى قوة فعشان كده أنا اخترت ألعاب قوة خصوصا القرص شايماء يعني لعبة الريشة من اللعب اللي يعني بحاجة للياقة مثل ما حكيتي ويعني أنت أول مصرية وأول أفريقية من ذوي الهمم بتوصل للتميز والاحترافية في هاي اللعبة أحكي لها ليش اخترت هاي اللعبة تحديدا والله الريشة بالذات يمكن اختيارها كان صدفة كبيرة أنا ما كنتش هلعب بريشة وممكنش هبقى لعبة أصلا لكن الريشة جت بعد التنس التنس الأردي لما أنا ابتديته في 2009 كان يعني اللعبها صعبة جدا على الكراسي متحركة وبتلعب على نفس الملعب اللي بيلعب عليه الأصحاء وبنفس الكل للرولز بتاعته اختلافه الوحيدة أن الكرة بتنط مرتين عشان يديلك الوقت أن انت تلحق الكرة فلما جينا اللعبة اتوسعت قوي في مصر خصوصا أن احنا دخلناها مصر في 2009 بعد أنا ما شاركت فيها بشكل طرفيهي في أمريكا في 2009 فقلت لي احنا ما نبقاش عناها اللعبة دي وخصوصا أن التنس موجود بشكل جدير جدا في مصر فحاولت أن أنا أتواصل وفعلا عملت لجنة أول لجنة لزوي الأعاقة داخل اتحاد أصحاء ده بالنسبة للتنس الأردي اللعبة كبرت وابتدت تتشاف في 2017 قبلت لعبة المنتخب الوطني للريشة الطايرة للأصحاء هادية حسني وهي النائبة هادية حسني دلوقتي قالت لي احنا عايزين ننشر لعبة الريشة الطايرة لزوي الحمام عشان خاطر زي تاخد نفس انتشار التنس فإيه رأيك ان انت تساعدينا ان احنا ننشر اللعبة فتا ما عنديش اي مشكلة تعالي نشوف احنا عنا عمل ايه عملنا اول واركشوب ففي مصر كانت على النطاق الافريكي لان اللعبة كانت كلها جديدة فابتدينا من هنا في 2017 الاتحاد رشحني ان انا امسك الوركشوب التانية اللي عملها الاتحاد الدولي للريشة في مصر عشان لنشر اللعبة برضو في افريكي مبتديت من هنا فهي كان في مدربة جاية مع الاتحاد الدولي المدربة دي مدربة منتخب اسبانيا وبحكم ان انا عاد تقلعب عشر سنين تنس اردي فقالت لي انتي ليه متلعبيش ريشة يعني تعالي نجرب نلعب ريشة نفس الكرسي نفس كل حاجة بس هو اختلاف الاداء المدرب هنا يعني اخف بكتير والديمينشن بتاع الملعب كمان اقل ويمكن ده كان اصعب شوية لان انت بتتحرك في مسافة صغيرة وفعلا كانت اول بطولة ليه في 2018 كان بطولة افريكيا واخدت فيها دهب خدت الدهب بحكم ان انا بلعب اصلا لعبة مدرب يعني بس حسيت ان لا لازم بقى ان انا توسع ولازم ان انا يعني اعمل الاتشيف منت زي العب كوة انا واخدى ميداليات كتيرة قوي في العب كوة وبطلة عالم والمبيات يعني ليه ما يبقاش ليه اتشيف منت جديد في لعبة الثالثة وبقى انا اول عربية وافريكية تبقى تعمل كده اولا يعني انت مبهرة شكلك جميل على فكرة وشك وملامحك مصرية وجميلة وانت بتتكلمي كده بتتكلمي ببساطة يعني كأن الريشة والله لو حد فينا قالوا انه تعالى لعب الريشة مش هنجيبها ايا حاجة خالص يعني من تنس اردي ومحققها في العرب القرى للريشة كلها حاجات صعبة انت بس بتسهليها وبتبساطيها لان دي روح اللاعب المحترف انا عمري ما بعرف يا جماعة ليه البرالمبي او الالعاب البرالمبية دي بتحقق ميداليات اكتر من الاولوبيات يعني كلميني عن التحدي ده ازاي بيحصل وازاي ما بناخد ميداليات كتيرة زي البرالمبية الالعاب بتاعتنا يمكن هي شوية صعبة بس احنا يمكن ربنا بيبقى مدينا طاقة هي ازية شوية من الناس التانية فبتبقى عندك جزء من انت تتحدي عشان اثباتا دايما ان المجتمع زمان كان شايفك ان انت عندك مشكلة فنظير المشكلة دي هو بيديكي انت جزء من التحدي فبتفضلي تثبتي للعالم يا جماعة انا اقدر اعمل اي حاجة انا قادر ان انا ألعب رياضة انا قادر ان انا نجح في شغل انا قادر ان انا اغني انا قادر اعمل كتير انا مش فارق معايا المصطلح ايوه زاوي الهمم اعاقة مش فارق معاك المصطلح لا مش فارق خالص هو في الاول وفي الاخر احنا عندنا حاجة حلوة جدا رب ان اخترنا احنا وميزنا بيها فطالما انا اتميزت في حاجة واكيد ان يعني انا كنت زمانة صغيرة بعد اسأل نفسي شمعنا انا وخصوصا ان انت في الوقت اللي انا كنت فيه في المدرسة كان الناس ما كانتش متقبلة لاختلاف اصلا فكان الوضع ان انتي عشان تخشي مدرسة لازم يبقى معاك مرافق طيب وانا اهلي رفضوا موضوع ان ليه ادخلها مدارس تفضل على طول بشاده تيتشر مثلا ليه ففيه ناس كتيرة ومدارس كتيرة رفضت الموضوع ده كان لسه الدمجة مكانش موجود ايوه فبالتالي انتي لازم تبقي متصالحة ودوت بيبقى اكتر من الاهل ماما وبابا بصراحة عانوا كتير معايا عشان خاطر يخلوكي شخص قادر ان هو يبقى متصالح مع نفسه ان انتي تقعي وحد يجي ساعدك ما تبقاش متضايقة ومتقدرة وده عادي لان احنا مش قادرين ان احنا في حاجات ما نش هنقدر نعملها ونازم نبقى احنا وصكين في دوت ان هنعمل حاجات كتيرة قوي بس في حتة احنا مش هنقدر نوصل لها فدي النقطة اللي خلت الواحد ان هو يتحدى الرياضة فتح البيب اديتك ثقة اكتر و اديتك الناس بقت تبتدي تعرفك وخصوصا الكلام ده كله من 2018 لما سيادة الرئيس قال ان دا عام زيو الاعاقة طبعا فبصراحة انا من هنا بشكر سيادة الرئيس عشان هو ادينا وضع و ادينا عندكم داعم كبير كبير جدا 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 من هنا لحد ما احنا ممكن نبطل الرياضة ونبطل حياة اصلا لا داعم كتير قوي ما كانش في حد بيبقى عارف ان احنا بنلعب و ان احنا بننجح و ان احنا عندنا بطولات كتيرة قوي فبصراحة يعني انا من هنا بشكره كتير جدا 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 عشان خاطر هو كان السبب في ان احنا كلنا نظهر تاني يعني من 2018 و انا بدي 2003 يعني فيه 15 سنة انتي قاعتك حربي فيهم بس لوحدك فكان الوضع مش حالي اشتركوا في القناة